أشد الناس ابتلاء الأنبياء يبتل المرء على قدر دينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لقد عظمت الابتلاءات في حياة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وكثرت عليه المحن وعانى في سبيل الله تعالى كثيرا حتى أوصل لنا هذا الدين ناضجا مقدما هدية لنأخذه نحن ويكون سعادة دنيانا ودي وآخرتنا سنقف اليوم عند ابتلاء الحبيب عليه الصلاة والسلام بأمور في جسده الشريف حيث إن الكفار قد تكالبوا عليه تكالبا كبيرة حتى إن المشركين ربما حاولوا وجتمعوا خصيصا من أجل إيذاء المصطفى عليه الصلاة والسلام لنا وقفة خاصة عند ابتلائه عليه الصلاة والسلام بمحاولة قتله ولكننا اليوم سنتكلم عما حاولوه وأصابوا من جسده الشريف روحي فداه عليه الصلاة والسلام الكل يعرف لما ضاقت السبل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عام الحزن بعد وفاة أبي طالب ووفاة خديجة وهاجر من مكة إلى الطائف بعد أن قفل من الطائف وقد بقي فيها عشرة أيام رجع من الطائف أراد أن يترك ويرجع فإن المحاولة لم تنجح لأن أهلها كانوا على قدم راسخة من الكفر وقد أخلدوا إلى الأرض واتبعوا هواهم من فضل المجلس منهم بسهولة إنما صفوا للحبيب عليه الصلاة والسلام صفين وجعلوا صلة الأطفال والمجانين ليضربوا الحبيب عليه الصلاة والسلام والمسافة كبيرة ويمر المصطفى عليه الصلاة والسلام فيها بين هؤلاء وهؤلاء وهم يضربونه بالحجارة حتى أدموا قدميه عليه الصلاة والسلام نالوا من جسده الشريف وجعل ينشف دمعا قدميه وهو يدعو الله تبارك وتعالى ويتوسل إلى الله تبارك وتعالى ويدعو الله بالدعاء المشهور اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى آخر الدعاء المذكور المعروف المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتفي أهل الطائف بهذا ولم ينفردوهم فقط بهذه الرزية وهذه الوقفة الشنيعة السيئة الكفرية مع الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام فأهل مكة لم يكون أقل من ذلك أهل مكة لما كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكعبة لا أكثر من ذلك يصلي عند الكعبة قال عقبة بن أبي معيط لبعض القوم من الجالسين عنده أيكم يقوم إلى سل جزور بني فلان فيأخذها ويرميها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذها ويرميها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانبعث أشقى القوم منهم فأخذ سل الجزور سل الجزور أريد أن أقف قليلا عند شرح هذه الكريمة سل الجزور أي الكرش التي تخرج من الإبل إذا كان معدل وزن الإبل أربعمائة خمسمائة كيلو كم تقريبا وزن سل الجزور؟ كم تقريبا وزن الكرش؟ لا يقل عن مئة وخمسين كيلو فأخذها أشقى القوم وطرحها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة وذاك شقي آخر يقول لهم يأخذ إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ قماشة من رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشدها على رقبته ليخنقه فشدها شدا ثقيلا حتى جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه فخلصه من بين يديه ويقال لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وهذا أمية بن خلف لم يكن بأقل رذالة منهم فلقد كان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام بأشنع الألفاظ حتى نزل قول الله تبارك وتعالى ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده إلى آخر الآيات المذكورة هذا في الرجال والنساء أيضا فيهن من آدت النبي عليه الصلاة والسلام والكل يعرف الإذاء الذي آذته به حمالة الحطب لما كانت تضع الشوك في طريق رسول الله ليصاب جسده روحي فداه بالأشواك التي تؤذيه صلى الله عليه وسلم في طريقه فأنزل الله تبارك وتعالى تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ومرأته حمالة الحطب والعياذ بالله تعالى هذا كله في مكة فإذا منتقلنا إلى المرحلة المدنية ففي غزوة أحد فقط لولا أزيد على هذا شجة وجه المصطفى صلوات الله وسلاماته عليه وكسرت رباعية المصطفى عليه الصلاة والسلام ودخلت حلقتان من حلقات المغفر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت البيضة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كله في غزوة واحدة سال الدم من جسد المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة ولقي من قومه أشد ما لقي في غزوة أحد لقد كسرت رباعية المصطفى أحب أن أقف قليلا عند كلمة كسرت رباعيته فبعض الناس يتوهم أنهم كسرت أربعة أسنان لا ليس كذلك إنما هذا السن يسمى بالرباعية فكسر طرف السن من المصطفى عليه الصلاة والسلام وشج وجهه حتى جاءت السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وطببت المصطفى عليه الصلاة والسلام أحرقت الحصير ودقت الرماد ووضعته في الجرح حتى يلتئم جرح المصطفى صلوات الله وسلاماته عليه هكذا كان إذاء النبي عليه الصلاة والسلام بل هذا الإذاء هو المعهود من الكافرين تجاه المؤمنين لو رجعت إلى قصص الأنبياء إلى سيدنا نوح إلى سيدنا إبراهيم إلى سيدنا أيوب إلى سيدنا زكريا إلى غيرهم من الأنبياء والمرسلين كلهم أوذوا في سبيل الله هذا هو شأن الكافرين مع المؤمنين هذا هو شأن من يشرك بالله مع الذي يوحد الله تبارك وتعالى لا بد من الإذاء فإذا ما أوذيت في مالك فتذكر أنه قد سبقك سيد الأنبياء للإذاء بماله فإذا ما أوذيت بولدك فتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي بماله أوذي بعرضه أوذي بفقد زوجته أوذي بفقد الصاحب أوذي بفقد الناصر أوذي بالكلام بعرضه أوذي بخروج من بيته أوذي بأشداء العرب وهكذا كانت البلايا تتواكب وتتتابع على المصطفى عليه الصلاة والسلام لأنه عليه الصلاة والسلام القائل أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل والحمد لله رب العالمين أشد الناس بلاء الأنبياء يبتل المرء على قدر دينه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر